موعد مباراة الزهاب الابتسامة دي بتديني تفاول على فكرة طيب بعد ما اتحدد موعد مباراة الزهاب الى الوصان داونز في استاد الاهلوي السلام السبت 15 مايو الساعة 9 مسان بتوقيت القاهرة ماتش العودة انا حاولت اعرف المعاد لغاية دلوقتي بشكل رسمي لسه الملعب لسه لان كمان انتو السنادي بدورة ابطال افريقيا ملعبتوش على ملعب لوكاس موريبي اللي بتلعبوا عليه كل مرة هل مباراة العودة يوم السبت 22 مايو التقويت امتا ممكن نلعب على ضوء الكشفة الجو هناك دلوقتي في جنوب افريقيا يبقى عامل ازاي هتفرق نلعب 3 او 6 او 9 هتفرق ولا مش هتفرق الملعب هل لوكاس موريبي ولا ممكن الملعب اللي اتنقل بالنسبة اللي حتى بيتلب عليه مباراة رجبي هناك في جنوب افريقيا طيب مبدئين كده عشان نقفل عليك الطريق بص الناس كلها مستنائها تسمع الاجابة منك عشان نقفل عليك الطريق المباراة الساعة 3 هتكون يوم 22 رسم الساعة 3 وصل الجواب رسمي من الكاف وصل الجواب رسمي للنادي الاهلي علشان بس ما تطلعوش وتقولوا احنا اتفاجئنا المباراة الساعة 3 في لوكاس موريبي لوكاس موريبي اه احنا بنلعب على لوفتاس لوفتاس ده الملعب اللي بتلعب عليه مباراة رجبي اخر مباراةين في الدوري الارضية من الاستهلاك بالنسبة للراجبي ومباراة الدوري بتاعتنا حتى خسرنا مباراة كايزر تشيفس عليه كانت المباراة الخسارة الوحيدة لنا وتعادلنا وخرجنا من الكاس من باب التفاؤل بقى بلاش لا مش تفاؤل ما فيش تفاؤل وكلامنا محمد القرى جهد وعرق في الملعب بالنسبة للارضية الملعب استهلاكت قوي فمش هي الاسبوع في مباريات للراجبي هتبقى على فكرة سيئة على النادي الاهلي وسيئة علينا فهم فضلوا لوكاس موريبي بقالوا شهرين ماستعملش فحيكون تجهيزه افضل بالنسبة للمباراة بالنسبة للجو الجو هناك برد دلوقتي درجة حرارة عشرة عشرة والرطوبة مفيش رطوبة برد معقولة الجو برد دلوقتي جو برد مفيش امطار فيوم المباراة هتكون درجة حرارة خمستاشر ستاشر في اجواء مثالية تلعب فيها كرة القدم الشمس تكون موجودة وتلعب كرة القدم فعشان بس ما تقعدش تقول انتم تلعبونا الساعة ثلاثة والكلام ده كله فالمباراة الساعة ثلاثة الجمهور يبقى هادي المباراة الساعة ثلاثة فلوكاس موريب بقول لك ايه ما وردت الساعة ثلاثة وتأهلنا عادي زي ما قلت لك الحمد الاجواء انت زي ما الكرة معتمد على الجهد والعلم وانت ايه في يومك انا مشوف على الصفحات السوشال ميديا انت هتلعبونا الساعة ثلاثة هتلعبونا مش باختيارنا ده اختياراتك كافة علشان الامور البس التلفزيوني والامور كلها وفي نفس الوقت هو طبعا بيستشير النادي زي النادي الاهل احنا هنا عبت الساعة تسعة طب ليه النادي الاهل ما لعبناش هنا الساعة ثلاثة ليه ما لعبناش في رمضان ساعة ثلاثة لا مه خلاص بقى الكافة اللي حدد الموعيد بعد رمضان نحصل لحظنا هو الكافة اللي حدد الموعيد عندنا مباراة الساعة ثلاثة فلوكاس موريب تمام تقول لما عايز يقول حاجة لا أعتقد أن خالد غطى كل الأمور الملعب كان به العديد من المباريات الرجبي لهذا لا يمكن أن نلعب عليه مباراة هاما مثل مباراة الأهلي وسنداونز نود أن نلعب في أفضل مكان يمكن أن يتم إتاحته لنا وسيتم تجهيز المباراة ويتم أيضا الأمور اللوجستية من حيث النقل المباراة في كل أحوال الأهلي مستعد لكل الظروف اللي ممكن يواجهها إن شاء الله الأهلي يكون موفق في المباراة قبل مطلع الفصل